بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان والآن مع دروس في فقه الصيام والقيام والاعتكاف ومع شرح لكتاب الصيام من متن هداية الراغب لشرح عدة الطالب يشرحه فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى مع الدرس الأول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين كتاب الصيام هو لغة مجرد الإمساك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله واصحابه أجمعين الصيام لغة الإمساك الإمساك عن الكلام سمى صياما أني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا وكذلك الإمساك عن المشي سمى صياما أيضا هذا في اللغة وأما في الشرع الصيام هو الإمساك عن المفطرات من أكل وشرب وما في حكمهما من طلوع الفجر مع النية إمساك مع النية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل أي إلى غروب الشمس بداية الليل والصيام لا شك أنه شاق على النفوس لأنها تترك مألوفاتها تترك الطعام والشراب وهي بحاجة إليه فهو ابتلى من الله سبحانه وتعالى يبتلي به عبادة وهو عبادة عظيمة شعله الله ركنا من أركان الإسلام على الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوا ومعنى كُتِبْ أي فُرِض فهو فريضة فهو فريض على هذه الأمة كما كان مفروضاً على الأمم السابق كما كُتِبَ على الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ والحكمة من فرضيته لعلكم تتقون لأن الصيام يسبب التقوى والتقوى في اتخاذ الوقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى فالصيام يقي من عذاب الله أزواج ويقي من المحرمات ويفطم النفس عن المشتهيات يدربها على الصبر والتحمل طاعة لله سبحانه وتعالى فلله فيه حكمة عظيمة والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصيام ركن من أركان الإسلام لما سئل عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحجي البيت إن استطعت إليه سبيلا فجعل الصيام هو الركن هو الركن الخامس من أركان الإسلام والحج هو الركن الساج جعل الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام والحج هو الركن والحج هو الركن الخامس لأن أركان الإسلام خمسة هو رابعها وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم السنة العاشرة من الهجرة إذن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم صام تسع رمضانات وترك أمته على ذلك والحمد لله وهو فرض من فرائض الإسلام وركن من أركان الإسلام من جحده فهو كافر من أنكر وجوب الصيام فهو كافر مرتد عن الإسلام لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين فيستتاب فإن تاب واعترف فرضية الصيام خل لي سبيله وإلا فإنه يقتل مرتدا هذا حكم وأما من ترك الصيام تكاسلا فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر لكنه لا يكفر لكن يكون مرتكبا مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب وتارك لفرض من فرائض الإسلام فيلزم بالصيام ويؤدب يلزم ويؤدب على ذلك بالتعزير حتى يرتدع ويرتدع غيره فالإسلام لا يتلاعب به والمسلم لا بد أن يلتزم بالإسلام وليس على حسب هواه رغبته فالصيام مهم جدا وهو يربي النفوس على طاعة الله يربيها على الصبر يربيها على القوة والتحمل يربيها على الصدقة لأن الصائم إذا أحس بالجوع وأحس بالعطش فإنه يعطف على الجائعين والعاطشين يرحمهم يتصدق عليهم فهو تربية للنفوس تدريب على على البذل الصدقة والتعاون والإحسان ولذلك يصوم كل مسلم كل مسلم بالغ عاقل سواء كان ملكا أو صعلوكا أو غنيا أو فقيرا أو ذكرا أو ونثى أو حرا أو عبد كلهم يصومون كل مسلم يجب عليه الصيام ركن من أركان الإسلام والحمد لله من أخر فلابد من الصيام إما أداء على الحاضر الصاحي متعافي وإما قضاء على المعذور الذي أفطر لسفر أو أفطر لمرض فلابد من صيام رمضان إما أداء وإما قضاء وصيام شهر واحد من السنة عن عشرة أشهر لأن الحسنة لعشر أمثالها فإذا صام شهر رمضان فكأنما صام عشرة أشهر في الأجر والثواب طيب يبقى شهران من السنة شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال استحبابا لأن الست من شوال عن شهرين الثواب إذن تتكامل السنة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر يعني السنة الدهر يعني السنة لأن الحسنة بعشر أمثالها وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى نعم يقال يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام ومنه إني نذرت للرحمن صوما ومنه قول مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فهم يسألونها ولا تكلمهم وتقول إنها صائمة عن الكلام وهذا بأمر الله لها فإما ترين من البشر أحدا فقولي هذا وقت حملها بعيسى عليه السلام فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا هذا صوم لغوي نعم وشرعا إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص هذا تعريفه في الشرع إمساك عن أشياء مخصوصة هي الطعام والشراب وما في حكمهما وعن اللغوي والرفث وعن الفحش وكلام الباطل والفعل الباطل ومحرمات الصائم لا يمسك عن الطعام والشراب فقط بل يمسك أيضا عن المحرمات الأخرى يتجنبه دينية أما لو أمسك ولم يأكل ولم يشرب بدون نية فليس صائما شرع وإن كان صائما لغة لكنه ليس صائما شرعا بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواء والصيام عمل فلا بد له من نية نعم وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة قال ابن حجر في شعبان انتهى فصام رسول الله فرض رمضان صوم رمضان السنة الثانية من الهجرة النبوي السنة الأولى لم يفرض السنة الثانية في شعبان أبل رمضان فرض على هذه الأمة وهذا فيه أن الإسلام شرع بالتدريج شيئا فشيئا أول ما فرض على الناس وأول ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم توحيد تصحيح العقيدة أول ما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته للناس أنه يقول لهم قولوا لا إله إلا الله أي عبد الله واتركوا عبادة ما سواه من الأصنام ومكث على هذا ثلاث عشرة سنة في مكة يدعو إلى التوحيد ولم يفرض عليه شيء إلا قبيل الهجرة بأشهر فرضت الصلاة ليلة المعراج قبيل الهجرة إلى المدينة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثم هاجر ثم فرض فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة وفرض الصيام وفرض الصيام أيضا في السنة الثانية من الهجرة النبوية والحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة فالإسلام جاء بالتدريج شيئا فشيئا ولم يأتي دفعة واحدة لأن هذا يشق على الناس ولم يألفوه من حكمة الله جل وعلا أنه تدرج بهم ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن داعيا إلى الله وقاضيا ومعلما قال له إنك تأتي عوما من أهل الكتاب فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم ترد على كقرائهم فالدعوة إلى الله لأهل الكفر والشرك تكونوا بالتدريج لا تطالبهم بالصلاة الصيام وهم لا يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأنه لا يصح الصيام ولا تصح الزكاة ولا يصح العبادات كلها إلا بعد التوحيد إلا بعد قيام التوحيد لأنه هو الأساس الذي يبنى عليه فهي أول ما يبدأ بالدعوة إلى توحيد عبادة الله ترك عبادة ما سواه ثم يؤمرون بالفرائض الفرائض الصلاة الزكاة الزكاة الصيام الحج وكذلك المكملات وبقية الطاعات والنهي عن المحرمات تأتي بعد تأتي بعد ما تتأسس أركان الإسلام بعد ما تتأسس أركان الإسلام الخمسة تأتي بقية أمور الدين فهكذا تكون الدعوة إلى الله محنه وتعالى وهكذا يكون التعليم تعليم الجهال يبدأ بالأهم فالأهم نعم فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات إجماعا نعم لأنه صلى الله عليه وسلم مكت بالمدينة بعد الهجرة عشر سنوات السنة الأولى من الهجرة لم يفرض عليه الصيام والسنة الثانية في شعبان على ما ذكر بن حجر كما نقله عنه الشارح في شعبان فرضى صيام رمضان من السنة الثانية من الهجرة نعم قال رحمه الله يجب صوم رمضان برؤية هلاله لقول يجب 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 صوم يعني يلزل والواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه هذا هو الواجب فصيام رمضان يجب ليس هو من باب المستحبات أو السنن المستحبات وإنما هو واجب فرض وليس باختيار الشهر إنه يصوم ولا يصوم يقول أنا مسلم ولولا ما صوم أنا مسلم ولولا مصلي كما يقوله بعض الجهال والضلال يقولون يكفي أن الإنسان يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولولا لم يعمل شيئا هذا كذب على الله وعلى رسول الله عليه وسلم الإسلام متكامل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي الإسلام ادخلوا فيه كافة لا تدخلوا في بعضه وتتركوا بعضه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فلا يلتفت إلى مثل هذه الأقوال الباطل التي تقول إن الإسلام يكفي فيه أن الإنسان ينطق بالشهادتين ولو لم يصلي ولو لم يعمل شيئا ما هو مسلم هذا كلام باطل الإسلام له أوامر وله نواهي وله فرائض وله واجبات وله مستحبات وصنن فهو ليس مجرد إسلام بالإسم فقط بدون عمل نعم يجب صوم رمضان برؤية هلاله لقوله تعالى يجب صوم رمضان أما غير رمضان فيستحب فيستحب هناك صيام مستحب صيام الست من شوال صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام صيام المحرم شهر المحرم وأكده التاسع والعاشر وكذلك من أراد أن يتزود على هذا ألا مانع لكن يصوم يوما ويهطر يوما ولا يشرد الصيام طول حياته لا يجوز هذا لكن يصوم يوما ويهطر يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويهطر يوما فإذا صام يوما وأفطر يوما فإنه قد صام الدهر فهناك صيام واجب أرضوه رمضان وهناك صوم تطوع نعم قد يجب الصيام بكفارة مثلا كفارة اليمين كفارة الظهار كفارة القتل يجب أيضا بالنذر إذا نذره الإنسان فهناك صيام واجب لكنه له أسباب وجوبه لها أسباب من العبد إما أن ينذر وإما أن يقتل نفسا بخطأا وإما أن يحلف بالله وإما أن يظاهر من امرأته في يجب عليه الكفارة بالصيام أو بغيره مما شرع الله من العطق أو من الإطعام على حسب ما فصل في الكتاب والصنة لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته لقوله لقوله تعالى الدليل على فرضية صيام رمضان قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر أي حضر شهد يعني حضر ليس مسافرا فمن شهد منكم الشهر أي شهر رمضان الشهر هذه أل للعهد أي الشهر المذكور في قوله شهر رمضان الذي ينزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر أيش الشهر رمضان الذي في أول الآية شهر رمضان وألهى به للعهد العهد الذكري فذكور في أول الآية أمن شهد منكم الشهر فليصوم لا تصور يا أخ أمنوع التصوير فمن شهد منكم الشهر فليصومه نعم والمستحب قوله شهر رمضان كما قال الله تعالى تسميه أن يقول رمضان أو شهر رمضان الأفضل أن يقول شهر رمضان لأن الله قال شهر رمضان فالأفضل أن يقول شهر رمضان وإن قال رمضان فقط جاهز هذا نعم ولا يكره قول رمضان فإن لم يرى الهلال ولا يكره قول رمضان ولا يكره أن يقول رمضان بدون لفظ شهر لكن الله تعالى أن يقول شهر رمضان تمشياً مع الآية الكريمة نعم فإن لم يرى الهلال بالبناء للمفعود متى يجب صوم رمضان بماذا يثبت دخول رمضان يثبت برؤية الهلال رؤية الهلال قال تعالى يسألونك عن الأهلة والتي هي مواقيته للناس مواقيت للعبادة مواقيت للديون مواقيت للعدة عدة النساء جعلها الله مواقيت فرمضان يثبت دخوله بأحد أمره إما رؤية الهلال وليس بلازم أنه يراه كل الناس بل إذا رآه مسلم واحد كفاء والأمر الثاني إذا لم يرى الهلال بإكمال شعبان ثلاثين يوماً لأن الشهر إما تسعة عشرون يوماً وإما ثلاثون يوم فإذا رؤية الهلال حكمة بدخول الشهر إذا لم يرى فبإكمال شعبان ثلاثين يوم وليس هناك علامة أخرى كما يقوله الفلكيون أنه يصام بالحساب الفلكي هذا باطل لأن الله لم يعلق يعلق صيامنا بالحساب الفلكي والحساب الفلكي يخطي ويصيب وهو عمل بشري ولا كل الناس يعرفون الحساب الفلكي فالله لم يعلق الصيام بالحساب الفلكي وإنما علقه بأمور واضحة يعرفها كل أحد رؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً هذا يعرفه كل أحد العالم والعامي والحضر والبدوي كل يعرف هذا ولم يعلقه بالحساب الفلكي نعم قال رحمه الله فإن لم يرى الهلال بالبناء للمفعول مع صحو السماء من نحو غيم ليلة الثلاثين إذا رؤي الهلال فلا كلام صوموا لرؤيته وليس بلازم أنه يراه كل الناس أو أكثر الناس بل يكفي شهادة رجل واحد مسلم أنه رأاه بقول ابن عمر رضي الله عنه ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فأمر صلى الله عليه وسلم بالصيام وجاءه رجل عرابي فأخبره أنه رأى الهلال قال له أتشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال نعم فأمر بلالا أن يعلم الناس بالصيام فدل على أنه يكفي شهادة رجل واحد عدل من المسلمين هذا في الرؤية إذا لم يرى إذا لم يرى إذا لم يرى يوم تسعة وعشرين فماذا نعمال إن كان ليس هناك مانع من الرؤية لا قتر ولا سحاب ولا شيء الجو صافي وليس هناك مانع من الرؤية فإن الناس يفطرون يصبحون مفطرين ويكمل شعبان هذا فينا يوم أما إذا حصل ما يمنع الرؤية يوم تسعة وعشرين حصل ما يمنع من الرؤية من قتر أو غيم أو سحاب فهنا موضع خلاف بين العلم هذا يسمى يوم الشك يحتمل أنه من شعبان ويحتمل أنه من رمضان يوم شك بعض العلماء يقولون يصومون يوم الشك وهذا ظاهر المذهب كما ذكره هنا صام يوم الشك والجمهور والمحققون على أنه لا يصام لا يصام يوم الشك وإنما يكمل شعبان ثلاثين يوم قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فاقدروا له وفي رواية فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما قوله أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما يفسر قوله اقدروا له أيكمل شعبان ثلاثين يوم وأهل القول الأول يقولون اقدروا له يعني غيقوه ويجعل تسعة وعشرين ويصام يوم الشك ولكن هذا ترده الرواية أكملوا شعبان ثلاثين يوما ترده الرواية الصحيحة إذن فصوم يوم الشك لا يجوز على الصحيح لا يجوز صوم يوم الشك على الصحيح وفي الأثر الذي يصوم يوم الشك قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم هذه مسألة هذه مسألة خلافية عند أهل العلم مسألة يوم الشك نعم أفطر إذن فالأحوال ثلاثة الأحوال ثلاثة إذا رؤية الهلال فلا كلام يصام إذا لم يرى الهلال والجو صافي وليس هناك ما يمنع من الرؤية فلا يصام أيضا إذا لم يرى الهلال هذه الحالة الثالثة وهناك ما يمنع من الرؤية فهذا موضع الخلاف بين العلماء وهو يوم الشك نعم وإن حال دونه أي دون هلال رمضان قال رحمه الله وإن حال دونه فإن لم يرى الهلال بالبناء للمفعول مع صحو السماء من نحو غيم ليلة الثلاثين من شعبان أفطروا وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه أوبال يوم الشك يوم الشك إذا كان هناك قتر أو غيم أما الصحو الذي ليس فيه هذا ليس يوم الشك هذا من شعبان أكيد هذا يكون من شعبان فالعبارة موهمة هنا نعم وإن حال دونه أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر بالتحريك أي غبره أو نحوه كدخان وجب صومه أي صوم يوم تلك الليلة وجب صومه هذا القول الأول وهو ظاهر المذن صل التراويح وبيصومون صبيحة هذه الليلة هو وتلزم الأحكام المعلقة على رمضان هذا القول الأول نعم وجب صوم يوم تلك الليلة حكما ضنيا بنية رمضان احتياطا حكما ضنيا الحمد لله الله لم يجعل ديننا على الظن وإنما جعله على اليقين قالوا حكما ضنيا هذا فيه نظر نعم وهذا قوله عمر وابنه وعمر بن العاصي وأبي برير وهذا قول عمر وابنه 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 أحسن الله إليكم وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر تسعة وعشرون يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى ترواه فإن غم عليكم فقدروا تسعة وعشرون يوما هذا في الغالب قد يكون ثلاثين يوما الغالب إنه تسعة وعشرين يوما لكن قد يكون ثلاثين يوما هذا واقع نعم قال نافع كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر تسعة وعشرون يوما يبعث من ينظر له الهلال فإن رؤيا فذاك وإن لم يرى ولم يحل ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفترا وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما هذا هذا تحرر الآن أنه يوم الصح لا يصومون كان بن عمر لا يصوم أما يوم الغيم فكان بن عمر من جملة من يرون الصيام يوم الشك نعم ومعنى ومعنى أقدر له ضيق بأن يجعل شعبان تسع معنى أقدر له ضيق ويجعل شعبان تسعة وعشرين يوما هذا دليل أهل القول الأول الثاني يقولون لا معنى أقدر أي أكمل شعبان ثلاثين يوما بدليل الرواية الثانية في الصحيح إن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما نعم وقد فسره بن عمر بفعله وهو رويه وأعلم بمعنى فسره بن عمر بفعله أنه صام يوم الشك وهو أعلم بما روى هذا كلامنا أيضا فيه نظر لأن الحجة ليست بالرأي الحجة بالدليل أما رأي الراوي واجتهاد الراوي هذا ليس حجة نعم فيجب الرجوع إلى تفسيره لا ما يجب الرجوع إلى تفسيره لأنه اجتهاد منه رضي الله عنه اجتهاد وقول المجتهد لا يجب العمل به إلا بدليل إلا بدليل نعم ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه وتصلى التراوي إلا تبين إن رمضان إن شعبان تسعة وعشرين إلا تبين في الأخير إن شعبان تسعة وعشرين يجزئ صوم اليوم يوم الشك ويكون من رمضان لأنه على الظن فإذا تبين إنه من رمضان يجزئ نعم وتصلى التراويح تلك الليلة لكن الذين يقولون بأنه لا يجز صوم يوم الشك يقولون إذا تبين إنهم من رمضان يقضون يوما بدله يقضون يوما بدله نعم وتثبت بقية توابع الصوم من وجوب كفارة بوطء فيه ونحوه ما لم يتحقق أنه من شعبان لا عتق وتجب الأمور المتعلقة برمضان كالنذور والأيمان المعلقة برمضان كلها تجب نعم من وجوب كفارة بوطء فيه ونحوه ما لم يتحقق أنه إذا وطي يوم يوم الشك إذا وطي أمرأته يوم الشك تجب عليه الكفارة تجب عليه الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد بسهم شهرين متتابعين فإن لم يستطع يطعم ستين مسكين هذا على القول الأول أما على القول الثاني فلا تجب فيه كفارة إلا إذا تبين أنه من رمضان لا لا عتق أو طلاق معلق برمضان لا يجب العتق المعلق إن قال إذا دخل رمضان فعبدي حر لا يعتق في يوم الشك لأن الأصل بقاء الرق ولا يرتفع إلا باليقين ولا طلاق إذا علق الطلاق على دخول رمضان وصار يوم شك لا تطلق المرأة لأن الأصل بقاء النكاح ولا يقع الطلاق إلا بيقين نعم والظاهر أن من توابع الصوم وجوب القضاء على من لم يبيت النية نعم قال رحمه الله والظاهر أن من توابع الصوم وجوب القضاء على من لم يبيت النية يعني لو ما صام يوم الشك ما نوى يوم الشك حتى طلع الفجر فإنه يقضي يوم الشك يقضي بدله على القول بأنه يجب صوم يوم الشك فإذا لم ينوي قبل طلوع الفجر ولازم بعد طلوع الفجر في يوم الشك هذا ما يجزيه عندهم لازم يقضي يوما بدله نعم وإذا رؤي الهلال أي ثبتت رؤيته في بلد لزم الصوم جميع الناس لقوله صلى الله عليه وآله وسلم صوم هذه مسألة هذه مسألة أخرى لعلنا نقف عندها للدرس القادم إن شاء الله نعم لها سئلة نعم حسن الله إليكم مبارك فيكم هذا سائل يسأل يقول من شرب في نهار رمضان ناسيا ما الحكم المترتب على ذلك لا شيء عليه إذا أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح قوله صلى الله عليه وسلم من نسي ووصائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطنا عفيا لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه نعم بسم الله إليكم وهذا سائل يقول هل يشترط العدالة لمن رأى الهلال نعم اشترط العدالة ولو ظاهرا اشترط العدالة ولو ظاهرا بأن لا نعرف عنه ما يجرح عدالته إذا لم نعرف ما يجرح عدالته تقبل شهادة لأن الأصل في المسلم العدالة نعم بسم الله إليكم سائل يسأل هل ورد في صيام ليلة النصف من شعبان فضل الذي ورد فيها غير صحيح عند المحقفين لم يرد بخصوص ليلة النصف من شعبان ولا يوم النصف من شعبان لم يصح دليل في ذلك نعم حسن الله إليكم وهذا سائل يسأل يقول ما هو الراجح في مسألة الحقيقة والمجاز في القرآن هذه مسألة ماهي من درسنا وأنتم ما وصلتم إليها الآن ولا تسألوا عن أشياء بعيدة عن خلونا في مجال الدرس نعم حسن الله إليكم الأسئلة اللي خارج الدرس حسن الله إليك ما نعرضها لا مثل هالسؤال هذا ما لن نملك نعم حسن الله إليك هذا سائل يقول من كان مسافرا مع أهله ثم عاد إلى بلده في نهار رمضان ها يقول من كان مسافرا مع أهله ثم عاد إلى بلده في نهار رمضان فهل يجوز له إتيان أهله في ذلك اليوم الذي وصلوا فيه إلى بلدهم هذا يأتي هذا يأتي بعد أسطار أنه إذا قدم المسافر الذي كان مفطرا إذا قدم إلى بلده يمسك بقية اليوم ولا يأتي أهله نعم حسن الله إليكم يقول ما حكم من أتى زوجته من دبرها ثم بعد ذلك تاب توبة نصوحا مع العلم أن عنده أولاد نعم حكمه أنه فاعل لكبيره من كبائل الذنوب وما دام أنه تاب إلى الله توبة صحيحة فالله يعفو عنه يقبل التوبة ممن تاب إليه سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده الشرك والكفر إذا تاب منه تاب الله عليه وكيف بدون الشرك والكفر نعم أولاده أولاد له زوجته زوجة له نعم حسن الله إليكم يقول هل يجوز صرف الزكاة لطلاب العلم فقراء تصرف للفقراء من طلاب العلم وغيرهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين لآخر الله ما إذا كان طالب العلم غنيا عنده ما يكفي ولا تجوز له الزكاة نعم وهذا سائل حسن الله إليك يقول من القائل من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم أظنه عمار بن ياسم أظنه كم نعم حسن الله إليك وهذا سائل يقول لا أستطيع أن أفرق بين ماء المذي وماء المني عندما أستيقظ من النوم فماذا أعمل حسن الله إليك إذا استيقظت من النوم ووجدت رطوبة في ثوبك وعلى بدنك يلزمك الاغتسال ولو لم تدري ما هو لأنك ما تميز وانت نايم ما تميز بين هذا وآله فيلزمك بمجرد وجود الرطوبة يلزمك الصوم ولو لم تدري هل هي مذي أو من نعم أحسن الله إليكم مبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين انتهت الأسئلة الشيخ اللي تتعلق بالموضوع إن أردتم أن نعرض بعض الأسئلة الأخرى نعم يقول هل المذهب الزيدي أقرب لشيعة أم للسنة هذا لا يلا ليس لنا منه فائدة خلونا في مجال درس نعم الأسئلة اللي تتعلق بالصيام الشيخ تكاد تكون إن تحت الله حسن إليك نعم عندك أسئلة هات طيب أعطنا أسئلة يا طيب أتبخل علينا لا لأنها خارج عن الصيام فأنا ما أحب نعم اقرأ اقرأ ما عنده طيب ما حكم هذا سؤالتان لأن يقول ما حكم من فعل العادة السرية في نهار رمضان وهل هناك كفارة العادة السرية حرام في رمضان وفي غيره حرام لا يجوز فعلها إذا فعلها وهو صائم بطل صيامه يلزمه القضاء مع التوبة إلى الله هو عاصي وأيضا يبطل صيامه فيلزمه التوبة ويلزمه القضاء نعم السلام الله إليكم وهذا يقول حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي على صورة شاب بن أمرد هل هذا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف هذا لكن الصحيح الذي المعروف رأيت ربي في أحسن صورة يعني رؤية منام وإلا أحدا لا يرى الله في الدنيا ما دم على قيد الحياة لا يرى لا في النوم لا لا يرى في اليقظة أما في النوم يمكن يمكن الرؤية يمكن فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه رؤية منام في أحسن صورة نعم حسن الله وهذا سائل يقول ما هو تفسير قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تفسيرها واضح أن المشرك لا يغفر له إلا التوبة إلا بالتوبة إلا تاب من الشرك أما العاصي الذي دون الشرك كبائر التي دون الشرك فهذه تحت المشيئة شاء الله غفر له ولو لم يتوب وإن شاء عذبه بقدر ذنبه فهو تحت المشيئة إن الله لا يغفر أن يشرك به فالشرك لا يقبل المغفر إلا بالتوبة إلا تاب وما عدى الشرك مما هو دونه فإنه تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه أما إذا تاب تاب الله عليه نعم حسن الله إليكم هذا يسأل يقول ما حكم الحجامة في نهار رمضان لا تجوز وتفطر الصائم لأن فيها حديث صحيح أفطر الحاجم والمحجوم لأن سحب الدم الكثير يضعف الصائم يضعف الصائم عن الصيام لذلك يبطل صيامه نعم حسن الله إليكم وهذا سائل يقول رجل أفطر عدة أيام قبل سنوات ثم تاب الآن فماذا عليه وهو لا يعرف عدد الأيام التي أفطرها يلزمه القضاء يلزمه قضاء الرمضانات التي لم يصمها أو الأيام التي لم يصمها يلزمه القضاء وإذا كان لا يعرف مقدارها يقدره على حسب اجتهاده ويحتاط يقدرها على ما يغلب على ظنه ويحتاط نعم السلام الله إليكم يقول هل يجوز الدعاء بغير اللغة العربية في السحر أو قبل السلام من الصلاة إذا كان لا يعرف العربية يدعو بلغته إذا كان لا يعرف اللغة العربية فإنه يدعو بلغته أما إذا كان يعرف العربية فلا يجوز له أن يدعو بغيرها نعم السلام الله إليكم يقول أقول معي مبلغ من المال الربوي فهل يجوز التصرف به وماذا أفعل فيه من تاب من الربا وعنده مبلغ مجتمع من الربا فإنه يتخلص منه لأن يضعه في مشروع عام ينفع الجميع أو يعطيه للمحتاجين على أنه تخلص لا على أنه صدقة على أنه تخلص مثل المال الضائع الذي ليس له مالك نعم السلام عليكم يقول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ما هو المقصود بالمشقة هنا على ظاهرها المشقة التعب المشقة هي التعب على الناس لو أنهم ألزموا بالسواك مع كل صلاة إن هذا يتعبهم فجعله الرسول صلى الله عليه وسلم على الاختيار جعله سنة ولم يجعله فرضا نعم حسن الله إليكم يقول هل يجوز بناء صالة رياضية فوق سطح المسجد مع العلم بأن هذا المسجد لا يصلى فيه صلاة الجمعة وإنه مصلى المسجد كله وقف أرضه وسقفه وهواءه فلا يجوز أن يحدث فيه شيء لغير الصلاة لا يجوز أن يحدث فيه مسكن أو يحدث فيه صالة رياضية أو يحدث فيه لا يجوز هذا لأنه وقف نعم أن يكون للصلاة فقط أو لذكر الله يقام عليه مدرسة للقرآن لا بس أما أنه يجعل مسكن فلا يجوز هذا أو صالة رياضية فلا يجوز نعم سن الله إليكم يقول تارك الصلاة تكاسلا ما الحكم فيه هل يكفر نرجو التفصيل نعم الذي يترك الصلاة متعمدا كافر ولو كان متكاسلا لأن الله قال عن الأصحاب سقر ما سلتكم في سقر قالوا لم نكن من المصلين لم نكن من المصلين فأول جوابنا جابوا به أنهم لم يكونوا من المصلين دل على أن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة يوجب دخول النار ولم نكن نطعم المسكين يمنعون الزكاة أيضا كنا نخوض مع الخائضين كنا نكذب بيوم الدين تكذب يوم الدين كفر بالإجمع وقرن معه ترك الصلاة فترك الصلاة كفر مخرج من الملة ولو كان متكاسلا والنبي صلى الله عليه وسلم قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر نعم بسم الله إليكم يقول من أفطر في نهار رمضان بجماع هل عليه كفارة أفطر في نهار رمضان بجماع عليه أمور وهو كفارة فقط عليه التوبة إلى الله عز وجل إلا إذا كان مسافرا إذا كان مسافرا وجامع في أثناء السفر فإن الله رخص له في السفر بالإفطار بالجماع وغيره إذا كان مقيما وجامع في رمضان يلزمه أولا التوبة إلى الله والأمر الثاني يلزمه قضاء اليوم والأمر الثالث الكفارة المغلوة تلزمه الكفارة المغلوة نعم سنة الله إليكم يقول ما هو الحكم في الرجل الذي يصوم المغلوة وهي عتق رقبة فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع يطعم ستين مسكين نعم سنة الله إليكم ما هو ما الحكم في الرجل الذي يصوم رمضان وينوي معه صيام النذر ما يجوز هذا ما يجوز صيام النذر على حدة وصيام رمضان على حدة يصوم رمضان أولا ثم يصوم النذر إلا إذا نذر قال لله علي نذر أنا أصوم رمضان فهذا نذر شيئا واجبا بأصل الشرع نذر شيئا واجبا بأصل الشرع ما هو بالنذر لأصل الشرع ركن من أركان الإسلام نعم هذا سؤال من القسم النساء يحسن الله إليك يقول تقول صمت يوما قضاءا من رمضان وكنت ناسية بأني صائمة ووقعت زوجي ثم تذكرت بعد ذلك بفترة أني صائمة فلم أمسك وأكلت وشربت فماذا علي الآن بطل صيامها عليها أنها تقضي يوما بدلة لأن الصوم الذي وقع فيه الجماع هذا بطل للجماع عليها قضاء ليس عليها كفارة لأنها لم تجامع في رمضان إنما جمعت بعد رمضان نعم الله تعالى تعالى